موسيقى لم يكن في حدود ميليليا المحتلة وكان في حدود سبتال محتلة وكان في الشوارع في المغرب كله بحكم أنها كبيرة لا يمكن أن نجعل الناس نفس المحتلة ونجعل الرصيف من ترامب لا يمكن أن يكون السكر لديهم الحق لأن هناك طاجيج أو أزبال إذا الدولة تعمل مسؤوليتها لأن الناس يجب أن تلقى لهم حل في إطار إنساني المواطق الدولية واضحة المهاجير يدخل عندك البلاد غير يدخل البلاد إلى القخدماء وتصيب الأوراقي لأن القصرة يصبح لاجئ تتبق عليها المسطرة للوجوء وأول شيء هو خلق مراكز الإيواء ومراكز الإيواء لا يمكن أن تكون مراكز الإيواء لأن تكون مراكز الإيواء لفعل حد الأدنى من الحفاظ على الكهراماة الإنسان لا يمكن أن نحل له هذه المشاكل لأولاد زيان نحل له الخطابات الفضفادة وخصحوا له الرسمي الناس سنحيدوهم من أولاد زيان بعد ذلك سنحيدوهم لأن يبدأ يدخل أين يدخلهم؟ لا يمكن أن يدخلهم من أولاد زيان لا يمكن أن يكون غير مقبول ونحن نرى أدابة مسبقا نحن نمديد بهذا الوضع الذي تعيشون هذا المواطنين لأن الإنسان أتكلم عن الإنسان لا يبقى أن يقولون لي إفريقيا أو آسيا الإنسان يجب أن يحترم أينما كان في المكان لأن نوفر له لحدود الدنيا ونعطيك مثل لماذا نتقدم فرنسا وبلجيكا والدول لما يتعاملون مزيان وإسبانيا تتعاملون مزيان مع المهاجرين وفي البطكا لأولاد تنوجه لهم النقل نحن نتقضى عباد الله لفهم هاجرين دينا ونحن نمارسوا بحال ذلك ولا كتر من ذلك غير مقبول تطبيق القانون والمواثق الدولية هذا هو المدخل الرئيسي لهذه الحلول أكيد المواطنين ليسوا مسؤولين على تطفق الهجرة فوق الأراضي المغربية فهذا التطفق يتطلب من المغرب أنه يعني يبني آليات يبني أقسام استقبال المهاجرين في وضعية صعبة لأن الناس لا في زيان ولا في أي مكان من الأمكان هم ليسوا مسؤولين على أن مهاجرين نعص في الزلقاء أو يخلق لهم مشكلة لأن هذا مشكلة للدولة لا توجد لهم منصرق مئة منصرق مئة ليسوا يجعل المشكلة هو يكون ضار المهاجر كما داروا مجموعة الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها مهاجرين يتم استقبالهم يتم قديمة المساعدة الأولية لهم فيما يخص الأكل وصحة لأن لا يمكن أن نجعلهم الناس في الزلقاء ونحن درنا السياسة كبيرة وتمنتها أفريقيا وتمنها العالم كله واستقبلنا في 2018 لتوقيع الهجرة إذن يجب أن يكون نوع من الانسجام ما بين القوانين وما بين الاتفاقية الكسادة قرياء المغرب وما بين الإجراءات التي يجب أن يخذ في أرض الواقع إذن نحن اليوم في هذه الشبكة هذا هو الدور دينا أننا نشتغل في البلدوي في المرافعة من أجل يعني احترام حقوق المهاجرين لكي نفوق الأرض المغربية وكذلك المغاربة المهاجرين في الخارج وندروا برنامج عمل باش نساهموا في تسوية الوضعية ديالهم بشكل يعني يتماشى والمواتق الدولية لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى